البيان ده مهم جدا بيان الهلال الاحمر المصري بيتكلم عن بالارقام ان المساعدات اللي وصلت لقطاع غزة واللي موجود بعضها في العريش لازال ان مصر اعلى دولة تقديما للمساعدات الاغاسية لاهلنا في غزة قدمت حتى اول امس السلساء حوالي تسعة الاف طن تسع الاف طن من المساعدات بالمرتبة التانية عربيا الجامهرية الليبية او دولة ليبيا الشقيقة تسعمية تلاتة وخمسين وتسعة من عشر طن ثم قويت الشقيقة ربعمية تمانية وتسعين طن ثم دولة قطر الشقيقة ثلتمية تمانية واربعين وتمانية من عشر طن بعد ذلك العربية السعودية مية ستة وتلاتين طن تركيا 2.4 6 من 10 طن روسيا 115 طن و 165 طن من باكستان و 104 طن من قبل الجزائر والاردن الشقيق قدم 20.8 طن والمملكة المتحدة بريطانيا 56.3 طن و نصيب الامارات 13.5 طن انا بس بتكلم لي لان مصر في هذه الحالة مش بتقدم مساعدات يعني اخش اقول دي حقوق حقوق الجار والخوة وكل شيء مهم كمان مصر الارقام دي ما بتعلنهاش تباهية نورة فاخرة دي بتقول انا اقدر اعمل ايه واقدر اقدم ايه ودايما انا في منزلة الشقيق الأكبر او الشقيقة القبر الحقيقة يا استاذ مصطفى يريد تحطنا في الصورة الارقام دي تقريبا الرقم المصري تلات اضعاف الارقام جميعا دي حقيقة كلام حرك مزبوط بالفعل احنا ما يقرب يمكن من 10 تلاف طن وصل الى القطاع من الجهات الاغاسية المصرية ومنظمات الاهلية على رأسهم التحرف الواطن نعمل اهل التنموي للحقيقة اعضاؤه بيمثلوا يعني ملحمة وطنية من اول يوم انت عبيل ملحمة ده مهم ده صحيح انا عاوز اضيف الحالك طبعا بالجانب الجهود الجبارة اللي بتقام من القيادة السياسية والاجهزة الامنية السيادية ليعطاء الضوء الاخضر لدخولنا يمكن من اول يوم انتظرنا اكثر من 11 يوم امام المعبر كان كل المتطوعين مرابطون حتى الاغاسة ده شعرهم الحين نجاح الجهود المصرية في الضغط على الجانب الاسرائيلي في الدخول المساعدات والاغاسات كان في الوقت ده الحقيقة اهم الاولويات هو دخول المساعدات الطبية بزبوط وكان اول 50 شاحنة من ال 106 المنتظر امام المعبر كان بنحاول نكسف كل الخدمات والمستلزمات الطبية في سيارات واحدة عشان نسهل اجراءات التفتيش واجراءات الدخول الى وكالة الانروا وكالة الشؤون الاغاسية واللاجئين كان الهدف التاني ان الشاحنات اللي جاية مطار العريش من قبل الهلال الاحمر المصر بيقوم بدور عظيم لا يقل اهمية عن دور التحالف الوطن العامل التنموي وهنا بقى بتمثل اهمية وجود كيان زي التحالف الوطن العامل التنموي حقيقة كان لفتة كبيرة ومهمة من قبل السيد الرئيس بعنايته ورعايته لهذا الكيان وهذا التحالف الوطن العامل التنموي اللي بيضم الحقيقة خيرة الجامعيات والكينات والمنظمات الاهلية الكبرى اللي يمكن نعتقد 34 جامعات الوطن مزبوط وصل 34 فعلاً عضو الآن من الجامعات الاهلية الناشطة والمستمرة في الدعم لاخرش قلت هو حقوق الجار وحقوق الاهالي في القطاع المحاصرين واللي يمكن بيمارس عليهم اشد انواع الحصار والعذاب اليومي للاطفال والكبرى بربارية بكل التفاصيل طبعاً فعاوز يقول الحركة احنا وصلنا فعلاً ل 9000 طن من قبل التحالف والهلال الأحمر المصري مساعدات مصرية خالصة لا نتكلمش هنا عن المساعدة اللي وصلت من الدول الصديقة أو الدول العربية الشقيقة في مطار العليش واللي بتمثل حقيقة لا يزيد عن 20% من اجمال المساعدات اللي دخلت القطاع فعلياً واللي استلام الهلال الأحمر الفلسطيني أو وكالة الأنراه أو حتى منظمات من قبل الأمم المتحدة اليو ان اللي موجودة داخل القطاع واحنا نفسنا مكملين مكملين طبعاً عزيز اروح للحج مصطفى عزت واقول له التحالف ودركه في التحالف نعم مهم خلص